اهلا بحضراتكم من جديد متواصلين مع الاهل ينتقب وشوفنا قبل الفاصل ملامح مسار علمي رائع جدا للدكتور مهند مجدي ومسيرة رياضية كبيرة جدا وصلت لدرجة انه يفوز ببطولة العالم في الكاراتية اعتقد مسيرة حافلة جدا لكن كمان على المستوى الاداري انت مهتم جدا بالتواصل الدولي مع أسلطة الكاراتية عالميا اعتقد كنت مستائب الرئيس للتحاد الدولي الكاراتية هو كان مصر بتنظم راوند من الراوند بتاع بطولات البريمير ليج دي بطولات الدولية اللي بيتأهل منها اللعيبة للأولمبياد وبطولات العالم تتعامل على عشر دول على مستوى العالم والحمد لله لتحاد المصري كان لي نصيب ان يستضيف واحدة هنا طبعا ان تواجد رئيس الاتحاد الدولي موجود هنا ومعا نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد البحر المتوسط وهو نائب برضه رئيس الاتحاد الدولي كانت كوكبة. استحاد دولي أسباني. أسباني. مستر أنتونيو سبينوس. من الناس اللي هم أكتر من عشرين سنة رئيس استحاد دولي. حاجة تقل كبير جدا جدا في عالم الكرة تهي. ونحن نتكلم مع بعض. أنا بستغل أي فرصة. أنني أعرف الناس إيه هو النادي الأهلي. رائع. لأنني عارف أن تجربة النادي الأهلي أو تجربة مختلفة عن أي تجربة أي نادي تاني. ونحن نتكلم. قال لي أنا عايز أعرف وعايز أزور النادي. اللي بيلاحق ريال مدريب في البطولات. لأنه هو بيشجع ريال مدريب. فكورة. فلما عرفتوا على النادي. وإدينا فكرة عن طبيعة الأندية المصرية. عن مثلا أن هي أندية اجتماعية ورياضية. التكوينة الغريبة. سنحة الفرصة أن نحن يجي النادي ويزور. طبعا بعد ما إذن الكابت المحمود الخطيب. وقال لي لأه طبعا نشرفونا ونستقبلهم. وتيبه حاجة عظيمة جدا. طبعا دخل النادي. وشاف التركيبة ما بين الأعضاء وما بين الكرة القادمة وما بين نشاط الرياضي. خلي بالحاجة برضو الكراتي. في النادي الأهلي أكبر نادي على مستوى العالم من حيث عدد اللعبة. وأكبر نادي على مستوى العالم من حيث أنه بيلعب لي أبطال عالم. فيما نشيه وشابه والكورة. ده رقم مهم لأننا نحن حفظين تاريخ الكرة. طبعا. الأهلي أكبر نادي في العالم. في عدد لعبين في الكراتي. في الكراتي. وأكبر نادي في العالم. يضم أبطال العالم طبعا أنه يجي يزور النادي الأهلي كممثل لبقية الأندية في مصر. يعني النادي الأهلي في الدور ده قام بدور وطني قومي. طبعا أنه هو تعالى نوريك الوجهة لكل الأندية المصرية أنت النادي الأهلي ممثل لها. فجي وشاف بقى التركيبة ما بين إزاي بتتقدم الخدمات دي للأعضاء ويعني إيه عضوية في النادي وإزاي بتقدم النشاط الرياضي لكل الفرق دول. وكمان أنت الفريق بتاع كرة الخدم اللي بيطارد فريق ريال مدرية. بعد كل ده أنت اللي ضغطين على ريال مدرية. بالضبط كابل نسباله وشاف دولاب البطولات وشاف درع الدوري وكسب طال الأفريقيا والنسخ كلها اللي موجودة. طبعا كونه يستقبل يعني كابتن محمود الخطيب يستقبله دي كابل نسباله سعادة غامرة لأن نائب رئيس الاتحاد دولي ورئيس الاتحاد البحر المتوسط أستاذ اللي هو ناصر رزوئي من الإمارات نائب رئيس الاتحاد دولي. ورئيس الاتحاد البحر المتوسط من تونس اللي أستاذ عارفين طبعا والأستاذ إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي فالتلاتة عارفين مين محمود الخطيب قاعدوا يحكوا له طول الطريق فقال لي لا أنا لو تسمح لنا فطبعا كابتن الخطيب يعني سمح لنا بالزيارة وكانت إضافة قوية جدا ده نوع من أنواع التواصل مع المؤسسات والكينات الخارجية. صحيح. أنا دايما بستثمر فرصة النادر عنده من البنية التحتية والإنشاءات اللي تقدر تستقبل بها أي فرق الحمد لله استضفنا في الدورة اللي فاتت دي معسكرات لمنتخبات السعودية وماليزيا واندونيسيا وجنوب أفراخي استقبلناهم في صلاة بتاعتنا في صلاة الكراتيج في مدينة نصر وفي الجزيرة قدمنا لهم خبراتنا كمدربين على أعلى مستوى طلعوا أبطال عالم لأن الناس بتيجي تدور على السر السر اللي نقل مصر من المشرف أو الاكتفاء بالمطراطة العربية والأفريقية الأبطال عالم بهذا الكامل الحمد لله يعني بيجم ويشرفونا فهذا النوع من أنواع التوطيد العلاقات ما بين الهيئات والكهنات والحمد لله على غرار كده عملنا بروتوكولات تعاون كبيرة الحمد لله عملنا بروتوكول تعاون برضو بين نادي الأهل المصر ونادي أهل دبي قبل طبعا ما يتغير اسمه لنادي شباب شباب أهل دبي فالحمد لله يعني فيه تواصل بشكل كبير في مجال إنك تبرز دور النادي الأهلي كمؤسسة رياضية تمتلك من المنشآت والفاسيليتز اللي تخليها تستقبل أي حد الحمد لله